طيب خلينا بقى كده معانا كابتناسر واحد برضو من احنا يعني لعبنا كلنا مع بعض وحاليا طبعا كابتناسر وحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي كابتناسر مسايا خير عليك وتحيات كابتناسر هادوارفل معانا في الاستوديو مسايا خير يا كابتناسر ازاي حدودة كانت سايد لازم يخش بالضحكة اللي هو بس تحت وقت مناور ان كانت سايد لعايتنا ليك يعني وان شاء الله كده النهاردة بالليل يبقى سعيد ليك ويبقى رحلة جيدة واستعادات جايد للمباراة القادمة كابتناسر يا رب ان شاء الله طيب طب منك بسايد بقى على الفريق وخصوصا يعني المباراة دي تعتبر اعتزال ونجم كبيز وحسن غادي ومنها ان شاء الله السفر لاغندا عشان مباراة كانبالا يوم 15 استعادة الفريق كابتناسر يعني استعادة نزلنا بزاقات يا فروق اوشنا هستفرين اعضا نزلنا بقى على دبي عمصر مباراة نزلنا بقى مباراة نزلنا بقى لي يا رب بتاقي ويبا يوم جميع وانا شاء الله رحل ان يبقى تبقى ستبقى موجودة هناك وهو يتحق كنس ويتحق السواجر اليوميري اللي يكونوا في جل المطرية وحتى من الاخوة في المراثة السهر رحمن بإذن الله يكونوا متفجل بقى جدا 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 بإذن الله بعدها السهر رحمن يوم السرعة بتاجين على طول على اغانتها و الممراضة كان بقى لي لها تبقى يوم 15 شهر رحمن وبذل ان ابقى تبقى من الموثيين في يوم تفجع مياتي جدا جدا كتسايد انت دائما بتبقى معتاد انت بتسافر قبل البعثة لكن المرادة هتكون مع الفريق اه يمكن ان تسايد العدل هو اللي يتسافر يوم عالطاق و انا حابه موجود وهتسافر مع الفريق يوم 15 شهر كتسايد يمكن دائما النادي الاهلي دائما بيفكر في المستقبل باستمرار يمكن هتبقى اخر مباراة يعتبر في الموسم عندنا مباراة مؤجلة للمصر لكن تعتبر خلاص بقى للسعادات القادمة للموسم القادم الجزء الاداري و الجزء التعاقدات بالنسبة للعبين والكلام ده هل ابتلت وتشتغلوا عليها كافتين او الا لسه؟ بتاكيد يعني تبقى تبقى في الموسم كل حاجة الجاي لكن هتعمدك في المباراة في السنة الاهمية هتبقى عدد تواصل طولين جدا وزيلا كانت الموسم دا مضغوط او عدد مباراة التفكيش وكتير في وقت وليس السنة الجاي كمان هيبقى فيها عمد تواصل طولين حتى الاول مرة هتبقى فيه ما بين الموسم والبداية الموسم اللي بعد هو حوار الشهرية يعني احنا مباراة تمتال السهر حانية الايوم 15 وبعد كده مباراة المصر زي ما تقول ممكن معرفة ما تبقى عشرين وكتب واحد وعشرين يعني اليوم ايرو الضغط لتشعارك الزنية وانها هتبقى عمدتها ازاي وانها هتبقى عمدتها ازاي وانها هتبقى عمدتها ايوم 17 سبعة اللي هي مباراة توجد شيء اللي هو بطل سواء هنا في القنارة ومع ذلك مباراة توجد شيء بطل العودة ازاي وانها هتبقى عمدتها ايوم 18 سبعة حقيقة كابتن مباراة مهمة يعتبر بعد التعادل امام التراجع هي مباراة هي الاهم عنق زجاجة لفريق النادي الاهلية ومشور طويل لكن تلات نقاط او نتيجة ايجابية في التوقيت ده او في المباراة دي هي مباراة مهمة طبعا هي مباراة مهمة مباراة مهمة توقيتها ومباراة مهمة قبل التواقف لكن المباراة او دور الناس مهمة لسا ودور شوية يعني اتناك شوية كثيرا اتعادت تفكسوري هنا وقتا بعدين ترجي اكسر وبعدين اتنابسالة هنا عن موضوع مش يعني موضوع اه حاجة اه 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 يعني حاصلة مباراة ناصلة طبعا لكن مباراة مهمة جدا مباراة مهمة جدا مباراة مهمة جدا في الدرسالة دي سوية هو احنا بنحاول بنحاول من كلام حضرتك ابتناس انك توصل الطمئنينة للجمهور الا ان المشوار طويل زي ما انت بتتكلم كده وما فيش قلق ان شاء الله تحقيق نتيجة ايجابية هناك انتعادك انتعادك اه 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 افروسيا زي ما انتطرتك الاول ببتاهل عفراحة يعني فرحلة نظمواتية تجمعا اه 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 غيابات مجيز اه 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 موجودة بالتريف لتالحلال لكن زي ما انا تطارك الاول شيء يهد انت بقول ان تجمعات قد ده شيء طبعا ايه انت اجا ايه واروالين اظهروا طعب جدا خلاص يعني موضع طبعا ايه خلاص لاواواواوا من الساعة ساعة ايهneranan Too infinite أتجاهreich ولاكما قادا ايه ساعة 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 مجردها الجماعي هو ساعات دfullاء مجردك تجيب علي الوث التي است permeتها تجدها مع السرق سبحان الله رب العالمين لكن غياب طبعا وليد اذار وغياب جوني اجريين ده هيبقى صعب كبير منهم يطول مقفول معنا كنت سيد ممكن كابتن ياسر ادوان ليه ذكرات كتير معانا انت ما بتنساش حاجة ما شاء الله ده انت فاكر لي حاجات انا مش فاكرة عايز كده فاكر حاجة لكابتن ياسر كتسايد لا طبعا يعني طبعا مفيش كلام ياسر من الشخصيات الممتازة جدا سوايا كنت على الفصال ثاني او التاريخ اللي عملوا معا او حتى في رحلته الاحترافية وكمان على الفصال الثاني يعني طبعا انا مش هارفتي لك لكن مش فاكر له اهى حاجة من حاجاتنا ده كتسايد خالس حمده الحمد لله فاكر سايد اش عايز ايزا واحدة خالس يا حبيب يا حبيب يا حبيب كبير انا اوه كبيرك صح كانت سيدنا وردنا وشرفتنا ويا رب بالتوفيق ليكوا يا رب وترجعوا سالمين كده بثلاث نقاط يا رب ده اللي احنا نتمنى طبعا شكرا كابتسايد قدير الكرة بالنادي الايلي طبعا كابتسايد من شخصيات المحترمة تستقولوا على وزوما ان شاء الله في رمضان كده انا ان شاء الله لان دايما يقول لي فينا فاروق لوزوما موجود ان شاء الله ليكم كلكم بامر ايذن الله لكن نتمنى ان شاء الله كابتن ياسل ان ده كنت هاخدك فيه اثناء الحوار لكن